اشتركوا في القناة تم تقطيعها لاثنى عشر قطعة نريد توزيع هذه القطع بالتساوي على أربع أطباق كم عدد قطع البيتزا في كل طبق؟ هيا فكر يا ذكي ممتاز عدد القطع في كل طبق ثلاث قطع من البيتزا هيا نشاهد عملية التوزيع نقوم أولا بوضع قطعة واحدة في كل طبق من الأطباق الأربعة بهذه الطريقة نلاحظ وجود قطع بيتزا متبقية يمكن توزيعها إذن سنكرر عملية التوزيع ونضع قطعة واحدة في كل طبق هكذا نلاحظ أننا نستطيع إعادة توزيع القطع المتبقية لذلك سنضع قطعا أخرى في كل طبق بهذه الطريقة لقد انتهينا من عملية توزيع كل قطع البيتزا فكما ترون لا توجد أي قطعة وقمنا بتوزيعهم في الأطباق الأربعة بالتساوي وحصلنا على ثلاث قطع في كل طبق هيا نحكي قصة في أحد الأيام عاد الأب بعد انتهاء عمله إلى المنزل رحب به أبناءه ودعوا له بالصحة والعافية قالت البنت لأبيها أرى أنك تحمل شيئا خلفك يا أبي ماذا أحضرت لنا؟ قال الأب فعلا يا ابنتي أحضرت لكم شيئا كنتم تريدونه للاحتفال بالعيد الوطني رد الإبن بحماس عرفت يا أبي لقد أحضرت لنا أعلام دولتنا الغالية قال الأب نعم يا بني كلامك صحيح هذه ست أعلام أحضرتها لكم يا أبناء وسأقوم بتوزيعها عليكم بالتساوي قالت البنت بحماس هيا يا أبي ابدأ بتوزيع الأعلام قال الأب نعم سأبدأ الآن وسيحصل كل واحد منكم على عدد متساوي من الأعلام سأبدأ بإعطاء كل واحد منكم علم واحد هذا العلم لك يا سارة وهذا العلم لك أنت يا عادل قال عادل أصبح لدى كل واحد منا علم واحد قالت سارة يوجد المزيد من الأعلام يا أبي ماذا ستفعل بها أكمل الأب وقال سأعيد التوزيع وستحصلين على علم آخر وأنت يا عادل هذا علم لك أيضا قالت سارة ما زال هناك أعلام يا أبي ماذا ستفعل قال الأب بالطبع سأعيد توزيع الأعلام عليكم وتأخذين أنت علما ويأخذ أخاك علما أيضا فرح الأبناء بالأعلام التي حصلوا عليها وقال عادل شكرا يا أبي لقد قمت بتوزيع الأعلام علينا بالتساوي وحصل كل واحد منا على العدد نفسه من الأعلام قالت سارة لقد شاهدت في أحد المقاطع التعليمية على الإنترنت بأن العملية التي قمنا بها هي عملية القسمة رد عادل قائلا نعم يا أختي قام أبي بتوزيع ست أعلام علينا نحن الإثنان صاحت سارة إذن نقول ست تقسيم إثنان قال الأب يعجبني حبك للعلم والمعرفة على الرغم من صغر سنك يا ابنتي لكني سأوضح لك كيف نكتب عبارة القسمة بشكل صحيح تعرفين جيدا يا ابنتي أننا في الرياضيات نستخدم الرموز للدلال على العمليات الحسابية وسنستخدم هذا الرمز لعملية القسمة قالت سارة هكذا إذن سأكتب هذا الرمز الجميل في كل عبارات القسمة وعندما أراه سأقرأه بهذا الشكل تقسيم كما قلت سابقا رد الأب أحسنت يا ابنتي سنكتب في عبارة القسمة العدد الأول والذي يعبر عن عدد العناصر كلها أي عدد كل الأعلام وهي ستة ونكتب ثانيا عدد المجموعات أي عدد الأشخاص وهو إثنان وأخيرا كما تعودنا نكتب الناتج بعد رمز المساوات والناتج يا ابنتي في عبارة القسمة يعبر عن عدد العناصر في كل مجموعة أي نصيب كل واحد منكم من الأعلام شكر الأبناء أباهم على هذه المعلومات القيمة وقالت سارة لأبيها لقد أنرت يا والدي عقلي بهذه المعلومات القيمة وجعلتني أدرك مدى أهمية الرياضيات في مواقفنا الحياتية سأذهب لأمي الآن وأحكي لها ما تعلمته منك اليوم أكمل أوجد ناتج القسمة عشر تقسيم خمسة يساوي كم؟ لدينا عشر أقلام نريد توزيعهم بالتساوي على خمس علب هيا نبدأ عملية التوزيع سنضع أولا قلما واحدا في كل علبة هكذا انظر ما زال هناك المزيد من الأقلام يمكن توزيعها لذلك سنعيد عملية التوزيع مرة أخرى ونضع قلما واحدا في كل علبة بهذه الطريقة لاحظ انتهت كل الأقلام وقمنا بتوزيعهم جميعا على العلب إذن انتهينا من عملية التوزيع وحصلنا على قلمين اثنين في كل علبة وهذا يعني أن عشر تقسيم خمسة يساوي اثنان أكمل أوجد ناتج القسمة اثنى عشر تقسيم أربعة يساوي كم؟ لدينا اثنى عشر تفاحة نريد توزيعها على أربع سلات بالتساوي هيا بنا نبدأ عملية التوزيع سنضع أولا تفاحة واحدة في كل سلة هكذا بقي عدد من التفاح يمكن توزيعه هيا نقوم بتكرار عملية التوزيع ونضع تفاحة واحدة في كل سلة بهذه الطريقة نلاحظ وجود حبات من التفاح لم يتم توزيعها لذا سنكرر عملية التوزيع مرة أخرى ونضع في كل سلة تفاحة واحدة والآن لم يبقى لدينا أي تفاح لقد قمنا بتوزيع كل التفاحات بالتساوي وحصلنا في كل سلة على ثلاث تفاحات إذن إثنى عشر تقسيم أربعة يساوي ثلاثة اكتب عبارة القسمة المناسبة لاحظ يا ذكي أن عدد كل قطع كعك الدونات ثمانية والمطلوب توزيعها بالتساوي على أربع علب كم قطعة ستضع في كل علبة؟ هيا فكر واكتب عبارة القسمة يا ذكي ممتاز عبارة القسمة هي ثمانية تقسيم أربعة يساوي إثنان لقد قمت بتوزيع قطعة واحدة في كل علبة أولا ثم أعدت عملية التوزيع ووضعت قطعة واحدة في كل علبة وبذلك حصلت على قطعتين من كعك الدونات في كل علبة أحسنت صنعا هيا نشاهد عبارة القسمة العدد ثمانية هو عدد كل قطع كعك الدونات أي عدد كل العناصر والعدد أربعة هو عدد العلب أي عدد المجموعات والناتج إثنان هو عدد القطع داخل كل علبة أي عدد العناصر في كل مجموعة أحسنت صنعا عمل رائع أكتب عبارة القسمة المناسبة عشر طائرات ورقية نريد توزيعهم بالتساوي على بنتين اثنتين ما هي عبارة القسمة المناسبة يا ذكي هيا فكر ممتاز عشر تقسيم اثنان يساوي خمسة لقد قمت بتوزيع الطائرات الورقية العشرة بالتساوي على البنتين وفعلا نلاحظ أن كل واحد منهم حصلت على خمس طائرات ورقية أحسنت هيا نشاهد عبارة القسمة العدد عشرة هو عدد كل الطائرات الورقية أي عدد كل العناصر والعدد الثان هو عدد البنات أي عدد المجموعات والناتج خمسة هو عدد الطائرات الورقية لدى كل بنت أي عدد العناصر داخل كل مجموعة لقد قمت يا ذكي بعمل رائع وضح بالرسم ستة تقسيم ستة يساوي واحد ولا تنسى أن العدد الأول في عبارة القسمة يعبر عن عدد كل العناصر والعدد الثاني في عبارة القسمة يعبر عن عدد المجموعات أما ناتج القسمة فهو عدد العناصر في المجموعة الواحدة ممتاز لقد قمت بتوزيع ست نجمات على ست مجموعات بالتساوي ورسمت نجمة واحدة في كل مجموعة أحسنت ماذا تعلمنا من درس اليوم كتابة عبارة القسمة المناسبة والتعرف على مكوناتها توزيع العناصر في مجموعات متساوية في عدد العناصر ترجمة نانسي قنقر